السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا اليوم من الأخبار الفلكية عن انتقال الشمس اللي رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور يوم الجمعة 19 نيسان طبعا انتقال الشمس رح يكون الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة بعد ظهر يوم الجمعة 19 أربعة رح ينتقل من الحمل لبرج الثور ورح يظل في برج الثور لغاية الساعة 12 وتسعة وخمسين دقيقة من بعد ظهر يوم الاثنين عشرين خمسة يعني بمعنى آخر لان رح تبدأ موليد أو أعياد ميلاد موليد برج الثور فمن يقول لموليد برج الثور كل عام وانتم بكل خير ان شاء الله بصورة عامة أثناء وجود الشمس في برج الثور منكون أكثر ترويا في تصرفاتنا يعني ما منكون مندفعين ولا متهورين منكون عقلانين أكثر في تحركاتنا نحو أهدافنا على عكس الفترة السابقة لما الشمس بتكون موجود بالحمل بتكون أجواء نشطة جدا وفي نوع من أنواع التسرع في أنواع الحركة من ميل خلال الأسبوع الأربعة القادمة اللي هي من يوم تسعة عشر أربعة إلى يوم عشرين خمسة للمحافظة على ممتلكاتنا ندرس خطواتنا قبل التنفيذ بنعشق جمال الطبيعة من ميل للبناء والتعمير بيشعر موليد برج الثور أيضا بوضع صحي أفضل من الفترة الماضية حتى نفسي مالي بيقبلوا على عملهم بهمة ونشاط بيستفيدوا موليد برج الثور والأبراج الترابية الأخرى والأبراج المائية يعني عندنا العذراء الجدي السرطان العقرب الحوت ولكن طبعا العقرب هم أقل المستفيدين لأنه هيك الشمس بتكون موجود لمقابلهم تماما فشوي ممكن يتخلى لهم هيك شوي ضعف بالطاقة أما بالنسبة لصفات الشمس لما نذكر دائما الشمس معناته بدنا نعرف علامتين هي إيجابي وسلبي لما نهن في الأيام توقعات اليومية نقول الشمس إيجابية معناته في طموح في صراحة في تفاؤل في كرم جراءة ديناميكية قيادة استقلالية هذه الصفات الأساسية للشمس ولكن لما يقول منتحسة معناته أهم ثلاث نقاط بتظهر على الجميع الغرور لانانية الدكتاتورية عشان نحدد إيجابية أو سلبية الشمس بوجودها بالثور لازم ننظر للزوايا الفلكية ونحدد طبعا أول زاوية فلكية رح تتشكل هي رح تكون يوم 21 أربعة هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بالدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار بثورة عمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق وظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين أو الأمور اللي تتعلق بالتعرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية راح تكون يوم سبعة خمسة زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل هاي زاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وأيضا تعطينا القدرة على تحمل المسئولية ابتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحس بالواجب بتساعدنا على النجاح وبتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن نحقق النجاح في العمل والعلاقات بتكون جيدة مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم ثلاثة خمسة زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين أورانوس هاي الزاوية بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب برضو بتدل على تمرد بعض الأبناء على أهليهم وعادة لما بتصير زاوية مثل هاي منحكي يعني ممكن تحدث بعض الثورات أو الإنقلابات العسكرية أو الإغتيالات في مثل هاي الوضعية بتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق القناق على الحريات العامة وبرضو بتدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السكة الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم ثمنتعاش خمسة هاي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين المشتري بتدفع بحضودنا يعني بصورة عامة ولكن ممكن تكون في نوع من أنواع المجازفات والمغامرات فعشان هيك منجد أنه في بعض الاضطراب في هاي المسائل طبعا هي ممتزجة هاي الزاوية بتعطي إيجابية وبتعطي سلبية فتعطينا نوع من أنواع الحضود ولكن بالمقابل ممكن أنه تلتغى في آخر لحظة أو ممكن ما يكون عندنا ثقة بالنفس أو ممكن ما نحسن التصرف في هذا العمر عشان هيك بتكونوا منتبهين من هاي الزاوية بشكل كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 19-5 زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون هاي الزاوية بتعزز الخيال القصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث طبعا زي ما شفنا أنه الزاوية خليط ما بين إيجابية وما بين سلبية فعشان هيك الفترة هاي بدها تركيز أكثر تعرفوا الزاوية هاي طبعا الزاوية هاي تأثيراتها بتكون تحسبوا أنه خمس أيام قبل وخمس أيام بعد الذروة تاعتها بتكون ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد على أساس أنه هاي كلها زواية يعني أسرع كوكب فيها اللي هو الشمس بعد ما شفنا الزاوية خلينا نشوف التأثيرات على الأبراج وكل برج إيش المزايا اللي رح يكسبها وإيش التحذيرات اللي رح نحذرها لبعض الأبراج طبعا طبعا عشان تتأكد لازم تسمع برجك ولازم تسمع طالعك عشان يعني تكون محيط أكثر بالتوقعات برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا تركيز رح يكون على الأمور المالية بتفتح مجال فرص أغلبها بتيجي للأمور المالية بتيجي من عمل إضافي مكاسب ممتلكات ممكن تحصل على ترقي أو ترفيع بفضل أحد الأشخاص أو أشخاص ذوي نفوذ أنت بتعرفهم ولكن لأنه في بعض الزوايا اللي ممكن أنها تغرر فمننبه أنه ممكن يتميل للتبذير أو ممكن يزيد طمعك ورغبتك في نيل الأرباح فممكن تتعرض لبعض الصعوبات المالية فإذا اتجاوزت هاي المرحلة معناته هاي المرحلة رح يكون فيها بعض المكاسب اللي رح تستفيد منها كثير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا أنتو رح تبدأوا فترة أفضل من الفترة الماضية صحيا ونفسيا ولكن بشكل متصاعد يعني بمعنى آخر لما بيجي عيد ميلادك هي بداية سنتك الجديدة إذن ما قبل عيد ميلادك بظل في نوع من أنواع الضغط ولكن بعد عيد ميلادك بتتحسن الأجواء نسبيا حتى يكون القمر موجود في مكان مناسب عشان يمنحك أيضا طاقة أعلى بتزيد حيويتك تقوي وظيفتك وجهازك الهضمي أكثر بتمنحك شخصية متعلقة ومتفائل وعفوية وطبيعة عفيفة ولكن ممكن في بعض الأوقات تكون متسلط أو تزيد من حاجتك لنيل تقدير الآخرين صحيح أنه في عندك ثقة بالنفس بتسهل عليك علاقاتك مع المحيط ولكن هذا الأمر ممكن شوي يأثر عليك سلبيا حاول أنك تضبط أعصابك وما تفرض رأيك بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا الشمس الآن راح توصل لبيت المتاعب إذن هي فترة ضاغطة لأنه كل سنة لو راقبت حالك على السنوات الماضية أنه كل ما كانت الشمس موجودة في برج الثور بتكون أصعب مرحلة أو فترة بتمر عليك فإذن هاي المرحلة هي فترة وجود الشمس في بيت المتاعب اللي إحنا منسميها فترة الغربال اللي أنت بتنظف السنة الماضية وسيئاتها والأشخاص اللي ما بناسبوا حياتك والأشياء اللي كانت مزعجيتك تنهيها نهائيا خلال هذا الشهر صحيح أنه راح يكون فيها بعض الصعوبة النفسية ولكنها برضو عشان تبدأ سنة جديدة لازم تكون مستعد لهذا الأمر فطبعا فترة غير مريحة صحيا ونفسيا بزيد ميلك للأمور الروحانية شوي ممكن يكون فيه نوع من أنواع الصعوبات في التكيف مع محيطك أو حياتك العائلية يستحسن تجنب النزعات أو الخلافات بسبب قوة أعداك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتنشطه اجتماعيا خلال هذا الشهر بشكل مكثف جدا ممكن نتحقق نجاح من مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص ذوي نفوذ علاقاتك جيدة بتكون مع أصدقائك ولكن بسبب الزوايا الصلبية ممكن يصير بعض الاضطرابات أو تنهي علاقة مع صديق أو علاقة اجتماعية حاول تستغل علاقاتك لحل بعض المسائل لأنه مساعدة الغير هي اللي بتنقذك بهاي الفترة ممكن تتعرض لبعض المنافسات مهنيا هاي فترة غير مناسبة للشراكات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا وجود الشمس في بيت السمعة يعني سيف ذو حدين لموليد برج الأسد يا إما بيكون من أنجح الأشهر يا بيكون من أسوأ الأشهر طبعا هذا الأمر بيتعلق بطبيعتك وحياتك وشو بتشتغل وشو مجالاتك وشو سلوكك أيضا طبعا لأنه بيت السمعة فممكن يكون فيه ترفيع أو ترقي أو منصب جديد أو شهرة ولكن إذا كان سلبي يعني بيت السمعة ممكن تشوه سمعتك يكون فيه سجن أو يكون فيه مطالبات أو فضيحة أو أشياء مثل هاي الأمور فعشان هيك بدك تضبط أعصابك ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات ممكن علاقات اجتماعية عالية أو أشخاص يساعدوك بأمر يكونوا ذو منصب فعشان هيك بدك تكون حذر جدا برضو ممكن يكون فيه عروض إلى تتعلق بعمل جديد أو منصب جديد أو سلطة مثلا أو تحظى باحترام وثقة الآخرين تحتاج لبذل جهد أكبر لتخطي وتجاوز العقبات والخلافات خلال هذا الشهر بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا يعتبر هذا الشهر من الأشهر المميزة بالنسبة لكم لأنه ستنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والدراسات الأكاديمية اللي هي الدراسات الجامعية اللي ما بعد الثانوية العامة ممكن دراسة جديدة دورات جديدة تعلم شيء جديد تعرف على أشخاص أجانب بداية علاقة حب مع شخص خارج البلاد أو ارتباط في شخص خارج البلاد وبرضو بزيد ذكاءكم وطموحكم بتكونوا كريمين ومتسامحين ومتفائلين أيضا فترة مناسبة للسفر أو أخذ عطلة ولكن بدكوا تتجنبوا في الأوقات اللي فيها زوايا صعبة الدخول في مشاريع كبير يعني بدكوا تراجعوها تدرسوها بشكل جيد وتعرفوا الفترة اللي رح يكون فيها زوايا سلبية اللي ذكرتها بالبداية حاولوا إنكوا تكونوا حذرين من هاي التواريخ ممكن يكون في بعض الصعوبات في علاقاتك مع بعض الغرباء عشان هيك بدك تكون حذر وما تعطي ثقة مطلقة إلا لما تطمئن برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا تتاح الفرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن يعني بيجي زيادة في الأرباح عن طريق شراكة أو زواج أو تركة أو تهتم ببعض المسائل المالية أو سداد بعض الديون أو القروض أو ممكن تجدولها أو تعمل حل لمطالبات مالية أو ممكن تحصل على أموال تيجي من تركة أو ميراث بيزيد اهتمامكم بالمواضيع الروحانية شريكك أو زوجتك بتميل للتبذير أموال أكثر فبدك تكون حذر لأنه ممكن هاي تكون سبب في مشاكل ممكن برضو تحل بعض المسائل أو تظهر بعض المسائل القديمة أو مدفونة أو شيء من سنوات يرجع يظهر على الساحة من أول وجديد فممكن تشعروا بنقص في الحيوية عشان هيك برضو منحذر أنه ما تهملوا الأمراض اللي بتظهر في هاي الفترة اعملوا مراجعات وفحصات دورية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الشمس راح تكون موجود مقابلكم تماما صحيحنا بتعزز شراكاتكم بترغبوا بالقيام بدور اجتماعي مهم ممكن يتحقق استقرار وأمن بفضل شراكة أو زواج أو ممكن يكون فيه عرض لزواج أو تطور علاقة لمرتبة الزواج هاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو المصالحات مع الشركاء مش فرض الرأي مش العصبية مش المشاكل اضطرابات في العلاقات الزوجية مع الأزواج اللي بتكون حياتهم فيها نوع من أنواع عدم الاستقرار بتكونوا حذرين انتم من المواجهات أو اتخاذ القرارات بالفصل لأنه هاي الفترة المشاكل بتكون بسبب أنانية الطرف الآخر أو بسبب مسألة الاعتبار الذاتي عشان هيك بتكونوا حذرين أثناء التعامل مع الأزواج ما تتخذوا قرارات حاسمة أو فاصلة دون مراجعة القرارات أكثر من مرة ممكن تجد صعوبة أساسا في إقرار وجهة نظرك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هذا شهر شهر العمل أو شهر الالتزامات شهر الضغط فبيتراكم العمل عندكم أكثر من المعتاد خلال هذا الشهر بتكون تنسقه بشكل جيد بين أعمالكم حاول أنك تهتم بالأعمال المهمة النافعة عليك ما تلهي حالك بأعمال مش مفيدة وحاول أنك ما تأجل أعمالك عشان ما تتراكن الأعمال عندك وحاول أنك تركز بأعمالك عشان تنجزها بالكامل ما يكون فيها نقص رح تبذل جهد طبعا رح تكافأ عليه ممكن يجيك عرض عملي جديد أو تبدأ عملي جديد أو تعزز علاقاتك بشكل قوي مع محيطك أو بسبب الزوايا أنه يصير مشاكل ما بينك وبينزو ملائك بالعمل هذه فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني ولكن بدك برضو تنتبه من نوعك الصحية ممكن تدوم لأيام أكثر أو أسابيع حتى فحاول أنك تراجع لأطبة إذا شعرت بشيء غير اعتيادي وبرضو المتاعب في أعمالك اليومية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بيشعروا بقوة الحظ والعاطفي والمال لأنه هاي الأمور هذا شهر مميز جدا بالنسبة لألكم العاطفي ممكن خطبة ممكن زواج ممكن تعزيز علاقة معرفة تتطور أو علاقة تتطور ولكن برضو بحذر من الزوايا السلبية وأوقاتها عشان تعرفوا إمتى بتبدأ هاي العلاقة ماليا ممكن يجيك بعض الفرص المالية أو الدعم المالي ممكن تمارس هواية أو سفر أو تجميل وبتنشط بعاطفتك وحيويتك تمنحك برضو الشمس تقدير الجنس الآخر وممكن تحقق نجاح في بعض مشاريعك أو أرباح عن طريق المعاملات اللي تتعلق بالعقارات أو عن طريق هواية تستثمرها وتجلب لك المال برضو تعطيك على مستوى الترفيه والتجميل والفن تعطيك قدرة عالية جدا للأمور اللي تتعلق بالتسليع أو الترويع النفس أو الشهرة أيضا ولكن في الزوايا السلبية ممكن يكون فيه توتر في علاقاتك العاطفية اللي ممكن يضر بنجاحك الشخصي فبدك ما تفرض رأيك على الأحبة وتكون مرن وعندك قدرة تحل أي مشكل يبيت حسن أو يستحسن تجنب المعاملات المالية اللي بتكون متسرعة ادرسها بشكل جيد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا التركيز رح يكون على البيت على العائلة على الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمسائل اللي تتعلق بالعقارات هذول الأشخاص رح يكونوا مميزين ممكن تستأجر بيت أو تبيع عقار كان له فترة مش يادر أنت تبيعه أو ما فيه طريقة أنك تسوقه فترة ممكن ينباع أو يجيك عرض جيد أو ممكن أنك أنت تشتري عقارة أو تنتقل لبيت جديد وهي فترة مناسبة لهذه الأمور وبرضو الأفراح والمناسبات العائلية ممكن يكون فيه فرحة أو مناسبة عائلية يعني يصير فيها نوع من أنواع الفارق أو البهجة في حياتك ولكن بسبب الزوايا السلبية ممكن يكون فيه شيء سيء كفراق أو طلاق فيتعلق مش فيك ممكن فيه أحد أفراد العائلة ولكن برضو نحكي أنها فترة إيجابية ممكن تعيد ديكور المنزل أو صيانة منزلية أو تهتم بزراعة المنزل أو الاهتمامات التي تتعلق بالبيت والعائلة ككل يعني بدك بذل جهد مضاعف ومستمر وحاول أنك ما تهمل المسائل العائلية برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا هذا شهر مميز جدا بالنسبة لكم بتنشطوا بالسفر والاتصالات القصيرة طبعا مش الهجرة ليستفيدوا الطلاب اللي في الابتداء الثانوي بدراستهم تركيزهم أعلى رغبتهم بالدراسة أعلى بيلعب محيطك العائلي دور مميز في هاي الفترة بيحسن من وضعك ومن نفسيتك ممكن تحصل على أرباح عن طريق الأسفار أو التأليف أو التعليم أو التدريس أو الدورات التعليمية أو الأمور اللي تتعلق بالتكنولوجيا أو بالسيارات وبتزيد قوة ملاحظتك وفضولك الفكري قدرة الإقناع عندك عالي جدا اللي بيشتغله بمجال التجارة المحلية زي البيع المحلي عنده نوفتي أو بوتيك أو أي شيء ثاني ممكن أنه يكون عنده قدرة عالي جدا ونشاط عالي جدا بالتسويق أو البيع برضو بتحظى بشعبية وتقدير الآخرين بتميل شوي لتبذير طاقتك في الأشياء المش مهمة بسبب بعض الزوايا الموجودة يعني وبرضو ممكن يصير فيه نوع من أنواع التغيير الدائم لتوجهاتك وأهدافك ما تعرف تركز على شيء معين عشان هيك بدك تركز وتستغل الفرص لأنه هذا شهر مميز جدا وفيه كثير من الأشياء اللي ممكن تستفيد منها حتى على المستوى العاطفي هيك ونكون انتهينا من حلقتنا على الأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر